تمكنت مصالح الأمن الحضرية السادس بأمن مستغانة من الإطاحة بإصابة إحياء متكونة من ثلاثة أفراد متورطين في عدة قضايا متعلقة بالسرقة والاتداء على المغاطنين القضية جاءت بعد شك وتقدم بها حض ضحايا تفيد بتعرض مسكنه للسرقة وبعد التحريات تم توقيف المتورطين وحضر أسلحة بيضاء حمزة زروقي عاد لنا بتالي كما كانت قوات شوط القضائية بالأمن الحضرية السادس بمستغانة من وضع حد للنشاط عصابة أشرار مختصة في السرقة بالكسر والاعتداء باستخدام الأسلحة البيضاء هذه العصابة يقودها مجرم خطير معروف بعشارات القضايا الإجرامية لدى مصالحنا العصابة متكونة من أربعة أشخاص تتراوى أعمارهم بـ 22 و35 سنة ينحدرون من مدينة مستغانة ثلاثة منهم انتمون إلى عائلة واحدة بعد تفتيش المسكن ضبط بداخله 12 سلاحا أبيضا من السنف السادس من سيوف عصي خشبية خناجر من الحجم الكبير ساتور تقليدي الصنع يستخدمها أفراد العصابة في عمليات السطو والاعتداء على المواطنين كما تم ضبط 40 قرصا مهلوسا من نوع لالوكسيرين 25 ميلي جرام وترامادول 50 ميلي جرام ترجمة نانسي قنقر